عندي تعليق لتصريح لصديق العزيز النائب حسام المندوه ليه بقى؟ هذا التصريح مش في محله وهقول مرة واثنين وثلاثة يعني هو دايما بلاش انتصارات التصريحات الجمهارية انا مش عايز اخص الدكتور حسام المندوه بانه لانه هو مقل في تصريحاته بس التصريح ده ما عجبنيش يعني لم نشعر بالرضى مما حدث في مباراة القمة الماضية التي اقيمت في السعودية ليه؟ حيث ظهر ميل المنظمين قليلا للفريق الاخر خد بالك من المنظمين اللي ظهروا اللي هم ميل المستشار التركي قال الشيخ الجمهير ابدت دقها لهذا السبب لهذا قررنا اللعب في مصر وسط جمهورنا وهذا هو القرار الافضل للمرحلة الحالية مجلس دارة الزمالك يقوم بكل ما في وسعه لسعاد الجمهير ده دي صريح لداغ داغت مشاعر الجمهور اولا الجمهور ما كانش متدايق من ان المستشار التركي قال الشيخ كان فرحان لما قال يجاب جول لان المستشار التركي قال الشيخ ده نفسه كان الرئيس الشرف للنادي الاهل يعني ان احنا نقول ياه لا دا كلام معلن هو الذي افسه دا صفقة انتقال احمد فاتحي من الاهل للزمالك على فكرة وكانت على وشك كل الكلام ده معروف فهو اهلاوي اهلاوي فتركي قال الشيخ لما الاهل جاب الجول وفرح الفرحة دي او ده انت بقوا معروف ولا هيخفين معروف ده ما فاش نقاش يعني فالجمهور ما كانش زعلان من دي بقول الدكتور حسام يعني بالعكس المستشار التركي قال الشيخ راجل الاهله انت امتى تقول الدكتور حسام ان يبقى متدايق لو كان فيه المعاملة مختلفة يعني تنظيميا عملوا الاهلي احسن من الزمالك يعني جابوا طيارة على راسها ريشة للاهلي وجابوا طيارة من غير ريشة للزمالك قعدوا الاهلي في فندق 8 نجوم والزمالك في فندق 5 نجوم مثلا يعني جابوا للاهلي اوتوبيس بشرطة والزمالك اوتوبيس من غير شرطة جابوا للاهلي البعثة 600 واحد والزمالك بس 40 ولا 50 جد فلوس الاهلي اكتر من المقرر قبل اللقب كل الكلام ده من حق الزمالك كان يزعل قولك لا انا راس براس لكن الانتماء ده يعني ده حاجة معروفة مش سر يعني تاني نقطة جمد الزمالك كان زعلان من الحكم البرازيلي وزعلان في الاصل مش بس من الحكم ان الزمالك كان قبق اوصينا وقدنا يكسب الماتش لانه كان افضل على مدار سبعين ديئة ولما نزل الافشة والتغيارة اللي تمت وحد داس المبارة حنا فاكرينها يعني وامام عشور جاب الجول وبعدين عمل الاسست الافشة التاني وقفشة كان عمله الاسست الافشة التاني احداثة حنا فاكرينها فجمهور الزمالك اساسا كان غضبه لانه كان اقرب للفوز في هذا اللقاء في السعودية ثم بقى محاكم البرازيلي كانت اوفسايد مش اوفسايد اصل الفار اصل بتاع ماشي كل ده كلام جماهيري بنحترمه ومفيش في مشكلة لكن انا بس للدكتور حسين المندوه للمرة التانية والتالتة والربعة والعشرة والخمسين يا فندم حضرتك امين صندوق نادي الزمالك هو رجل صديقي وانا بحبه جدا وهو رجل محترم جدا وانا بشوف حساب المندوه ده من اكتر الناس اللي شغالة في مجلس دارة نادي الزمالك لان انا عارف بيعمل ايه وانا كنت حازين جدا جدا لما صدر حكمي من محكمة باستبعاده وكلمته وقلت له يبدو ان الزمالك كده مكتوب له ان كل حد كويس ما يكملش ومش موجود في النادي كلمته في التليفون قلت له كده ولما خد احقية الاستمرار بحكم قضاء عادل من المحكمة الادرية العليا هنيته الحقيقة يعني لكن هذا التصريح مش محله يا دكتور حساب ليه لان الزمالك ارسل موافق خراص بقى ده عاملة زي زي حدوتة النجارة عايز منشار والمنشار عند الحداد والحداد عايز مصمار والمصمار فاكرين البتاع دي دي بقت حدوتة تقالف ليلة وليلة مش هنقعد كل شي هنقول ان الزمالك ارسل الموافقة على المشاركة يا جماعة الزمالك بعت قبل الاهل يا جماعة الايميل مع احمد نقب احمد دياب طلع نفسه لنقب احمد دياب قال هذا الكلام الزمالك وافق وافق انه يشارك في الماتش في السعودية وافق وافق كنت بقى لفيفا ورافض حصل معرفش ايه كانت فرصة يظهروا قدام الجمهور انهم انا بحبش كده اصلي دي اللي هتخلي يعني مجلس دارة الزمالك دي انا احسن حاجة ولا هتخليها اقل حاجة يعني الاسماء والناس اللي موجودة مش محتاجين الكلام لذلك التصريح ده ما عجبنيش وكأنه يعني شفتوا احنا مرضناش نلعب في السعودية عشان خطره اعرفين كان يحصل حاجة فالعب لنا فكسبنا لا دي احداث متشايت الطيبة ما انت لعبت مع الاهل في الافي العامارات وخسرت قبلي كده و لعبت مع الاهل في الامارات وكسبت صحة ولا ايه و لعبت مع الاهل في قلب ist احداث متشايت مالقش علاقة بقى ame ماخدنا القرار شفت بقى حصل ايه يعني لو هو عمينا ما عملش الاسست ده للجزيري كان الزبال يتكسب لا هي احترم ما تشات تفاصيل ما تشات فما عاجمي انا 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 باحترم جدا التصريح اللي يقول احنا اكسبنا عشان تعبنا احنا اكسبنا عشان اشتهلنا احنا اكسبنا احترم هذا التصريح وزكرة احمد سليمان لما قالك ايه احنا الفرحة الاجبر لما ناخد الالقاب ده الفرحة الحقيقية انا احترم التصريحات دي لكن التصريحات الاسل المؤاحد عمل التصريح هلاك ايه اصله انتصارنا رغم الفساد طب اي يا ابني فساد اللي هو ايه يعني الفساد اللي هو ايه يعني انش عارف يعني يعني اللي هو ايه ده انت جيت وبقيت عضو مجلس ادارة بقى في مجلس ادارة بانتخابات والقائمة كاملة نكأت والناس دعمت وكل الكلام ده فساد ايه فساد ايه ده الناس ركنت كل المجلس اللي فاته ومشوهم وكل الكلام ده وجات والناس اللي بتدير دلوقتي انه نوع من انواع الفساد انا مش ه... فانا بحيبش التصريحات العنترية دي اللي تدي مبالغة كأن مصر كديني كلها بتحاربك وانت قاعد بقى بطس هيركليز بقى متكتف وعمل تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده دي بتبقى حاجة لا طليق بمكانة مجلس دارة الزمالك او الاهلي دي مجالس لها مكانة لاندي قندية لها جمهرية عظيمة فانا محبتش التصريح ده ويعني مختلف مع صديقي الدكتور حسام المندوق الحقيقة في هذا التصريح فكان لازم يعني انوه واقوله وعندي تصريحات وبصطات وحاجات كده يعني مش هتلحها دمها تقيل يعني مش هتلحها لانه في الاخر هي يعني انا بقول عليها بصطات طفولية يعني انا تفولي